السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس التعلم عن بعد ومع دروس مادة اللغة العربية عنوان الدرس تجريد حرف التاء الجزء الأول الصف الأول الابتدائي الوحدة الثانية مدرستي أحبائي لنستحضر ماذا نحتاج لمتابعة الدرس أولا كتاب اللغة العربية دفتر القلم والآن أحبائي هيا بنا نستذكر بعض قوانين الغرفة الصفية أستأذن قبل الدخول أجلس جلسة صحيحة أنظر إلى المعلمة أستمع إليها جيدا أنصط للمعلمة في أدب أستأذن عند أداء أي عمل أرفع يدي قبل أن أتكلم أنتظر دوري وأحترم الآخرين أحسنتم بارك الله فيكم أهداف الدرس يتوقع منك عزيز الطالب أولا أن تميز مواقع حرف التاء بشكل صحيح ثانيا أن تكتب حرف التاء بشكل صحيح أحبائي هيا بنا نلعب لعبة جميلة لعبة العجلة الكبيرة لنبحث عن حرف التاء فلتدور العجلة هذا هو حرف التاء تميز صوت واسم حرف التاء اسمه تاء اسمه تاء صوته ت صوته ت والآن أحبائي لقد وصلنا إلى مرحلة المطابقة المطابقة من مشتت واحد هيا أحبائي نطابق حرف التاء مع حرف التاء أحسنتم هذا حرف التاء كحرف مجرد رائع هيا بنا نطابق حرف التاء من خلال مشتتين أين صديقنا حرف التاء؟ رائع هذا حرف التاء بالشكل العام كحرف مجرد أنت مبدع هيا بنا أحبائي نطابق حرف التاء من خلال مجموعة من الحروف أين صديقنا حرف التاء؟ رائع هذا حرف التاء كحرف مجرد أحسنتم بارك الله فيكم أنتم مبدعون والآن أحبائي لقد وصلنا إلى مرحلة الإختيار أولا أعطني يا بطل حرف التاء رائع هذا حرف التاء كحرف مجرد هيا يا بطل أعطني حرف التاء من خلال مشتتين رائع هذا حرف التاء كحرف مجرد بارك الله فيك والآن لقد وصلنا إلى مرحلة الإختيار من عدة مشتتات أين صديقنا حرف التاء؟ نفكر 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 أين حرف التاء؟ رائع هذا حرف التاء كحرف مجرد أحسنتم بارك الله فيكم أنتم مبدعون أحبائي لقد وصلنا إلى مرحلة التسمية مائس هذا الحرف أحسنتم هذا حرف التاء كحرف مجرد أنتم مبدعون بارك الله فيكم والآن أحبائي لقد وصلنا إلى تحديد مواقع حرف التاء أولا حرف التاء في بداية الكلمة يأتي بهذا الشكل مثل تمر تمر ثانيا حرف التاء في وسط الكلمة مثل دفتر هذا شكل حرف التاء في وسط الكلمة أحبائي ماذا نرى؟ أحسنتم حوت حرف التاء في نهاية الكلمة مثل حوت حوت هذا شكل حرف التاء في نهاية الكلمة ماذا نرى؟ ماذا نرى؟ أحسنتم حرف التاء في نهاية الكلمة مثل سماكات يأتي على هذا الشكل تاء مربوطة مثل سماكات أحبائي ماذا نرى؟ أحسنتم طائرة حرف التاء في نهاية الكلمة طائرة 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 والآن هيا بنا أحبائي نلاحظ مواقع حرف التاء في الكلمات الآتية ماذا نرى؟ ماذا نرى؟ أحسنتم تفاحة تو تفاحة وماذا؟ رائع فستان فستان حرف التاء في وسط الكلمة وهذه الصورة رائع كرة كرة تن والآن أحبائي لقد جاء دوركم هيا بنا أقرأ وألاحظ حرف التاء قرأت معلمتي قصة مفيدة أين حرف التاء؟ رائع حرف التاء في آخر الكلمة أحسنتم حرف التاء في وسط الكلمة حرف التاء في نهاية الكلمة أحسنتم أنتم مبدعون والآن أحبائي لقد وصلنا إلى مرحلة كتابة حرف التاء هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا انتبه عزيزي الطالب كيف نكتب حرف التاء؟ حرف التاء؟ رائع هذا شكل حرف التاء والآن أعزائي الطلاب هيا بنا نفتح كتاب اللغة العربية ونقوم بكتابة حرف التاء والآن أحبائي لقد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس بالغ الشكر والتقدير لكم أعزائي الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر